11 شهرا مرت منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ولتزال المعارك تدور هنا وهناك في الشرق والجنوب ومناطق متفرقة من الأراضي الأوكرانية دون أي إشارات إلى حل قريب يلوح في أفق الأزمة مع استمرار الدعم الغربي لكييف وتعهد موسكو بإصلاحات في الجيش دفعت مسؤولين روس إلى الإقرار بوجود مشكلات تتعلق بتعبئة القوات الروسية رئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فالاري جراسيموف تحدث عن هذه الإصلاحات في أول تعليق علني له منذ تعيينه قائدا للقوات الروسية في أوكرانيا في وقت سابق من الشهر الجاري مشيرا إلى أن هذه الخطوة الجديدة تأخذ في الاعتبار التوسع المحتمل لحلف شمال الأطلسي واستخدام كييف لشن حرب بالوكالة على روسيا على حد قول جراسيموف وبموجب خطة موسكو العسكرية الجديدة سيتم إنشاء منطقتين عسكريتين بموسكو ولنينجراد كما سيتم تشكيل ثلاث فرق في منطقتين خيرسون وزابوريجيا فضلا عن تأسيس فيلق عسكري في منطقة كاريليا الشمالية الغربية وبحسب المسؤول الروسي تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حماية سيادة روسيا ووحدة أراضيها مشيرا إلى أن روسيا الحديثة لم تشهد قتالا بهذه الضراوة ما أكبرها على تنفيذ عمليات هجومية من أجل استقرار الوضع ومنذ بذء عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا حولت روسيا خطابها بشأن الحرب من عملية نزع السلاح من جارتها إلى تصويرها بشكل متزايد على أنها دفاع في مواجهة هجوم الغرب أما كييف وحلفاؤها فيصفون العملية بأنها عمل عدواني غير مبرر بينما يرسل الغرب على نحو متزايد أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا لمساعدتها على مقاومة القوات الروسية